السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب على MBC مصر كل يوم بنقول وهنفضل نقول الروح الرياضية هي اللي بقية الروح الرياضية هي اللي هتخلي الكل يشجع لآخر يوم في عمر بارح وكلنا شفنا مباراة الأهل وبرامدز اللي هي المفروض قمة الدوري بسبب أن بيرامدز هو معتلي الصدارة وسبب أن الزمالك السنة دي غايب لكن يعني مبروك للأهل الأهل حسم اللي قائل هو ده النادي الأهل الأهل كسب كورة باختلاف بقى الأحداث اللي حصلت الحالات التحكمية كل ده جميل وبيحصل في كل المباراة في العالم لكن الأهل كسب كورة يعني الأهل لما ياخد الدوري السنة دي هيبقى خاد الدوري عن جدارة واستحقاق لأن الملعب المستطيل اللي أقدر 90 دقيقة فارس لفارس عايز تكسب اتفضل اكسب لكن احنا شفنا الأهل جاهز جماهريا جاهز فنيا جاهز تكتيكيا لعبته جاهزة لعبته عايزة تكسب كسبت لكن بيرامدس ما كانش جاهز فنيا ولا جاهز تكتيكيا ولا جاهز جماهريا ولا جاهز حاجة عشان كده خسر هي دي كورة القدم ما حول المباراة وأحداثها كلكم شفتوه ما بحبش علق في الكلام ده وبالذات الحاجات اللي هي ما بين في الكريدور زي ما بقوله في الكواليس وأمام غرف خلع الملابس لكن أنا همني الملعب الملعب الأهل كسبوا عن جدارة وفي تجاوزات حصلت لابد أن تنتهي من الكرة المصرية أي لعيب بقى تسول لي نفسه يرفع التشيرت يغيس في الجماهير يغازل في الجماهير ينغش الجماهير ده ممنوع منعا باتا ويجب أن يكون هناك قرارات حاسمة وراضعة عشان بقى المنظرة اللي احنا بنشوفها في الملعب دي ما نشوفهاش تاني وهنا دور لجنة الانضباط اللي لازم نشوفها بكوة بقرارات حاسمة على الجميع على الجميع أيا كان المخطي قرارات حاسمة غير كده أنا معرفش مبروك للأهلي هارد لك لبيرامدز حاول لكن في الملعب ضعف في جميع الخطوط بداية من حارس المرمى خط الدفاع يعني أنت بتركز في الكرة بتكسب وعايز أقول لكم نادي المقولين العرب في قمة مكان كابتننا موجودين أبرزهم الكابتن ضياء والكابتن الخطيب والكابتن حسن شحة والكابتن حمدي مش عايز أقول على بو جريشة لأ ده بعيد شوية نجوم كبار جدا كابتن إبراهيم يوسف ويوي ما قولين خادت دوري سنتين يعني مفيش مشكلة لأ بس كانت فرقة كان بيل أنطوان وعبد الرزق وجمال سالم وعبد الناصر محمد وزمزم كفرقة ومركزين في الملعب ولا تسمع لهم حس كورة تق 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 كورة كورة كسبوا ولعبوا النادي الأهلي في أفريقيا وصفر صفر واحد واحد بالعافية وصعد النادي الأهلي فرق الأهداف كورة وخدوا كاس أفريقيا وابطال الكقوس مرتين فإحنا بنتمنى أي فرقة تطلع وتاخد الدوري إسماعيلي خد الدوري لعايزين منافسة مش عايزين شغل السينما عايزين سبعة تمن فرقة نافس دي كانت مقدمة لازم نقولها إن رجاءا الأحداث اللي بتحصل دي خلاص يا جماعة احنا زهقنا منها ومش عايزين نشوفها أرجوك كفاية كده تعبتونا تعبتونا بقى كل واحد بيجامل وكل واحد يعني عايز ياخد اللقطة وعايز يبقى موجود عيب في ناس كتيرة بتتفرج على الماتش في ملايين احترموا عقول الملايين الناس اللي عايزة تتفرج على كرة إنما اللي شفناه من تجاوزات يجب أن يكون لها حد في الكرة المصرية براحب الديوفي الكبار كابتن دياء السيدة أهلا بيك أهلا بيك وأسف على الإطالة في المقدمة لا دا كان لازم دا بقى المقدمة دي كان لازم كابتن مصر كابتن عب منصف أهلا بيك أوسا سأل فول كابتن مهيبو كابتن دياء كابتن جمال ينوعبنا كمان إن شاء الله كابتن أسامة أنا بيك أهلا بيك أهلا بيك يا مهيبو تحياتي للكابتن دياء أولا الكابتن عب منصف خسر الرهان خسر كل حاجة خسر كل التشيرتات اللي جادها لسه خسر اللي راهن على الأهل يكسب يا كابتن دياء لسه نص الرهان أول رهان الأولاني يخسره لسه الرهان اللي راهن على الأهل والزمالك عمه ما هيخسر أي حد خارج الأهل والزمالك طب راهنت ليه؟ طب انت دخلت الزمالك ليه؟ لا لأن الزمالك يو الزمالك لا لازم يراهن بورك نقوله بقى راهن ليه؟ لازم يراهن بس هو انت راهنت ليه على راهن معطياتك أنا قلت ان راهن سيتعادل للماتش الأولاني ويكسب التاني وهياخد الدوري ولكن يعني براميس خسر نفسه لازم نتفك على كده ان براميس جهازه الفني وقدرته ولعبته هي اللي خسرت الدوري لانه كان اسهل دوري بالنسبة لهم في التاريخ وأمرها ما تلقرر تاني ودي رابع بطولة يوصلوا للنهائي او للفينال الاخير ويخسروها كانوا في الكونفدرالية وكانوا كان السوبر في الامارات وكانوا السوبر المصري اللي كان برضه في الامارات فانت كدر معناها ان انت فعلا المنافس الحقيقي هو الاهل والزمالك وده عبر التاريخ هيفضل دايما رمى دولة نادي الزمالك طول مع عمر معاجة مهير واستقرار وإدارة وهو النادي الوحيد اللي يقدر ينافس النادي الاهلي ويقدر ياخد منه بطولات في مصر او في الدول العربية او الافريكية هو الزمالك يوم في حالته طبيعية ده تاريخ لو مش داخل في سكة المشاكل والزوف ولكن اللي حاصل ده استثنائي لا يمكن ان يا براهنت ايه ما كل ده حالي لان كانت الموطراتة كابتن دية ان فرصة كبيرة جدا ان الزمالك النهاردة خارج المنافسة ويده اوبشن لبرامز ان هو ايه اتعلمك الدرس تراين على فرقتك بس طبعا اه اتعلمت الدرس اه طبعا بس هلك محمد عبد المنزد تعلم الدرس طبعا مهم جدا قلت للكابتن دية قبل ما نخش الهوى قلت له الفرصة دية عندنادي الزمالك الزمالك ياخد الدور اطبعا ما فرصة يعني لو فرصة درامز موجودة دي اللي انا كانت مشارك عليها لو فرصة درامز البارح دي الزمالك كان خد الدوري خد الدوري مستريح كمان وده حصل من ايام ما يوسف طلع يوسف جعفة بودك فيه يعني كان فيه ظروف اصعب من كده فيه ظروف اصعب من كده للزمالك والزمالك خد فيها الدوري فانا لو الزمالك كان توفرت له نفس الظروف برامز في المنافسة بالشكل دوت الزمالك كان خد الدوري مستريح وانا اتمنى الفترة الجاية ان ان شاء الله يعني حقك علي يعني بعد كده مش هواينا إلا على نادي الزمالك هيبقى موجود يعني انا عايز اقول لكم ان الاهلي بيتقدم بمذكرة الى ربطة الاندية والتحاد القرى بخصوص التجاوزات اللي حصلت في المباراة وفي حق الجماهير تقدم النادي الاهلي بمذكرة عجلة اليوم الى ربطة الاندية المحترفة واللي جاءنا المعنية بالاتحاد المصري بكلت القدم بخصوص التجاوزات غير الاخلاقية التي صدرت من بعض اللي عبد انا بقرأ ده البيان النادي الاهلي رسمي مش انا اللي بقوله هو اللي كاتب كده مشان نبقى عطحين كل الحاجات او الكلام اللي الفاظ اللي انا بقولها من بيان النادي الاهلي عاقب طبعا مباراة الامس ده انا بكمل كده البيان في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الاهلي طلب النادي الاهلي في مذكرته لربطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره اللي بترفض المساز بها وطبعا المذكرة دي تقدم بها النادي الأهلي لربطة الأندية طيب مهم جدا أقول لكم الأهلي تقدم ليه بالمذكرة دي يعني ليه الأهلي تقدم بهذه المذكرة والكلام ده هتسمعوه هنا في برنامج اللعين تقرير مراقب المباراة لم يتضمن أي خروج عن النص لمروان حمدي وهجومه على جماهير النادي الأهلي أو دونجا وإشاراته لجماهير النادي الأهلي ده يعني مراقب المباراة ما شافش الحاجات دي لكن هي موجودة فيديوهات وصوت وصورة وكل حاجة عشان كده النادي الأهلي تقدم بيقول اللي حصل فيه الممر الغرف الملابس كل ده متصور صوت والصورة عشان كده الأهلي تقدم بالبيان والمستندات تاني حاجة اللايحة بتقول أن الفريق المتظلم يقدر يقدم التظلم خلال 72 ساعة بعد انتهاء المباراة يعني الأهلي خلال 72 ساعة لو ما قدمش أي حاجة خلاص شكر طبعا بلاس انفعال الشيبي بعد طرده ورفض الخروج من البداية دون أن يتضمن التقرير إشاراته لجماهير أو غير الجماهير وهجوم جماهير النادي الأهلي على بعض اللعيبة أيضا الخارجين من المباراة والقائز وجاجات المياه على لعبي بيراميدز كل دي اللي تضمنتها تقرير مرائب المباراة جاب الشيبي وطرده واعتراضاته والفلنة والإصارة اللي عملها مع الجماهير جاب الجماهير النادي الأهلي للزجاجات جاب اعتراضات جهاز الفني لبيراميدز كل ده جابوا التقرير لكن في حاجات ما جابهاش عشان كده النادي الأهلي تقدم بالمذكرة دي يعني موضوع تأخر الشيبي بعد حالة التارد ده ذكر في تقرير الحاكم بالزبط لكن موضوع مروان ده كان فيديو وانتشر بشكل كبير جدا وده النادي الأهلي بحاول يحفظ حقوق جمهوره حقوق جمهوره تشتم وده ماشي في الطريق لكن انا ما بتوقعش انه احنا تعودنا انه ما فيش رد فعل من الربطة ولا من لجنة الانضباط انا مش شايف انهما دايما سراع في انهم بيحسموا الأمور بشكل كبير دايما الأمور بتتأجل تتنسي مع الوقت تتنسي مع الوقت تتنسي مع الوقت فأتمنى ان يكون في حالة مساءلة او حالة انضباط علشان يبقى فيه انضباط في الملاعب مروان حمدي عمل اعتذار من نص ساعة مروان عمل اعتذار بس هو مشكلة مروان كنت بتكلمه عسامة انه دي تاني حالة ليه في الموسم ده حصلت مع المصري وبعد كده ميشي ميشي والمرة دي حصلت وهو بيعتذر للجماهير مع انه احنا الفيديو ما فيش جمهور يعني الفيديو انه في الكوليدور وكده فأتمنى انه يعني مع انه ملعبش يعني مروان ملعبش الجمهور مش هتموش لانه ما كانش في الملعب ولا اتغير ولا نزل فأتمنى انه يضبط نفسه لانه هو هيضيع وقت من نفسه كتير جدا كده برا الملعب السؤال كابتن دي أساسا اللي بيقوله ده هل ده بيشجع اللعيبة او الاجهزة الفنية لان الحالة اللي كانت موجودة فيها الجهاز الفني بتاع برامز هو اللي مطلع لعبته عن الشعور عن التركيز طبعا والدكة كل واحد في اتجاه واعتراضات وهنا هل ان موضوع العقوبات كابتن دي زي ما انت بتقول لما تيجي تتأخر او ما تطلعش او ما فيش رد ده بيشجع اللعيبة والناس ان هي تعمل اي حاجة بيقولك مش معنا ما ده ما توقفش ده ما حصلوش حاجة فبيديني قوة ان انا نعمل كده مليون في المئة صح ولكن لو كان فيه اساسا اكشى من الاول وقطع ارقاب لا يمكن ان انت كنت تشوف الحاجات دي كلها مليون في المئة صح انت بتتفرج علاماتش والناس بتقولي ان دي كمة كابتن اسامة طبعا هي مش كمة الحقيقة الكمة الحقيقة هو الاهل الزمالك والاهلي بس انت في الاخر في مشهد كل الناس بتفرج عليه ومستنيات طيب فتطلعوا بالصورة دي يتبعيد عن الفنيات بنخاخ خل الناس نتتكلم في المشاكل والحاجات خلينا هنتكلم عن الفنيات ونتكلم عن المباراة لكن اخوة